احنا بالرب عيالنا ازاي؟ هتربعيالك توازن؟ امتى تعرف تشتغل وامتى تعرف تبقى عملي وامتى تعرف تقول انا بحبك وتحتويه وتحضنه؟ مفيش راجل بيعاية، لا فيه راجل بيعاية ينفع الراجل بيعاية ينفع يبقى عندنا مشاعر فكرة ان الراجل مش بيعاية ان الراجل عنده مشاعر زي ست بالظبط ما كانش ربنا خلاه بدموع وش معنى بنشوف الراجل بيعاية على وفاة والدته او والده يعني انت ما هنا بيعاية هوا يعني حزينة هوا تب ايه المشكلة معاية على اي موقف في حياتك؟ لا ده انت بتعاية اجمد يعني ايه اجمد يا عم سبني سبني احزن سبني عبر عن مشاعري هي عندنا فكرة ان الضعف ربطوا بالمشاعر ودي من اكبر المشاكل اللي اتعملت في حياتنا كلنا كرجالة ان انت ماينفعش تبقى مش قوي لا ينفع اقول انا تعبان ينفع كراجل اقول انا مش قادر ينفع عاية ينفع اقول انا مجهد ينفع اقول انا تعبت فكرة ان انا ترفض وما يتقلش علي راجل او على فكرة انت مش راجل لو تواجعت او ساعات يقولوا انت مش راجل انت روحت صالحت امراتك وجبت هدية وبتعدك كده هي تاخد على كده انشف كده وخليك ناجف